موسيقى القوات المشتركة تكبد الميليشيات الحوثية في ثلاث جبهات وترصد سبع طائرات استطلاع حوثية فوق الحديدة خمسة آلاف ضحية مدنية بينهم 1300 طفل وامرأة ومسام يواصل نزع الألغام الحوثية في اليوم العالمي لا يزال الضمير الإنساني العالمي غائبا عن واقع حال اليمني موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل تعاملت القوات المشتركة بنجاح مع أهداف ثابتة ومتحركة أيضا للميليشيات الحوثية في ثلاث جبهات بمحافظة الحديدة الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفد أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للميليشيات التابعة لإيران في جبهتي المطار والصالح بمدينة الحديدة تزامنا مع تحركات مماثلة في جبهة حيس وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في مدينة الحديدة وجهت ضربات مركزة على أهداف ثابتة وأخرى متحركة للميليشيات شمال الشرق المطار وأيضا شمال غرب مدينة الصالح محققة إصابات مباشرة وأضاف أن وحدات من القوات المشتركة في مدينة حيس وجهت ضربات مماثلة على أهداف حوثية مرصودة في ودي نخلة شمال المدينة وأخرى في مناطق الحدود الإدارية بين حيس ومديرية الجراحي مؤكدا مقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات تواصل ميليشيا الحوث انتهاكاتها للهدنة الأممية ومسلسل أعمالها العدائية والإجرامية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة حيث فتح مسلحو الحوثي نيران أسلحتهم الرشاشة بمختلف أنواعها على الأحياء السكانية الشمالية والشرقية الواقعة أطراف مركز مدينة حيس كما تعرضت قرية بيت مغاري غرب المدينة ذاتها لاستهداف مماثل من الميليشيات وكان بصورة مكثفة وعشوائية ما تسبب في إقلاق السكينة وتعطيل أعمال المواطنين وفي مديرية التحيط شنت ميليشيات الحوثي قصفا عشوائيا على حي الجروبة حيث تعرضت منازل المواطنين في حي الجروبة شرق مركز المدينة لقصف بالأسلحة الرشاشة من مسلحي الحوثي وساد الخوف والهلع أوساد أهالي سكان حي الجروبة للشدة القصف التي قامت بشنه الميليشيات الحوثية وبصورة عشوائية إلى ذلك رصدت القوات المشتركة سبع طائرات استطلاع حوثية فوق مناطق متفرقة من الحديدة وجرى رصد تحليق لثلاث طائرات استطلاع حوثية فوق مديرية حيث وأربع طائرات فوق مركز مديرية التحيطة ومنطقة الجبلية التابعة لها بواقع طائرتين وتقوم الميليشيات بالتجسس من خلال طائرات الاستطلاع تمهيدا لتصايد عملياتها العسكرية لكنها سرعان ما تفشل محاولاتها على إيقظة القوات المشتركة في مأرب لقيا القيادي في ميليشيات الحوثية سمير خصروف مصرعه الأحد في جبهة الكسارة وذكرت مصادر ميدانية أن الصريح خصروف يقضي عليه مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية أثناء قيادته هجوما على جبهة الكسارة ويأتي مصرع خصروف بعد يوم على مقتل قائد كتيبة للتدخل السريع للميليشيات الحوثية المدعو قصي العمالية المكنة أبو دنوب وتعرضت ميليشيات الحوثي لخسائر بشرية فادحة بينهم قيادات ميدانية في الهجوم المتواصل منذ نحو ثمانين يوما على محافظة مأرب أكد العميد حسين الحليسي مدير عام البحث الجنائي في محافظة مأرب وقائد جبهة جبل مراد أن ميليشيات الحوثية لن تحقق أهدافها في الوصول إلى مدينة مأرب وأن كل جحافلها التي تستقدمهم من كل الأطراف للمحافظة مصيرهم الموت والهلاك على أسوار هذه المحافظة لدينا قوة بفضل الله سبحانه وتعالى ستكسر ميليشيات الحوثي لو كانت أضعف أضعف ما يحاول الزجبهم فالرجال من الصاد إنما لديهم مهم على أنهم سيصلوا إلى غايتهم لكن مستحيل هناك خلايا كثيرة في كل الأوقات يحاول الحوثي يزجبهم بأطفال ونساب وناس مأربهم ولكن أمن مارب ورجالها والمتعاونين لهم بالمرصاد لن يتركوا لهم مجال هناك خلايا صحيح وسيتم إكمال ملفاتهم وحالتهم للقضاء في مارب أيضا أشهرت ثلاث منظمات حقوقية تقريرا وثق أكثر من خمسة آلاف ضحية ما بين قتيل وجريح بسبب الألغام الحوثية منهم ما يقارب ألف وثلاثمائة من الأطفال والنساء خلال نحو سبع سنوات وذكرت تقارير مشتركة لمنظمات هود ورئيس وشاهد أيضا للحقوق والتنمية أنه سجل جزء من الخسائر البشرية والمادية بسبب هذه الألغام وثق التقرير خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2021 مقتل 2274 مدنيا بينهم 398 طفلا و157 امرأة وأيضا 95 مسنا بالإضافة إلى إصابة 2752 مدنيا بينهم 560 طفلا و177 امرأة و99 مسنا جراء الانفجار من هذه الألغام الأرضية وكذا البحرية والعبوات الناسفة المتنوعة التي زرعتها وخلفتها ميليشيات الحوثي في 17 محافظة يمنية رافق طرح التقرير إقامة معراض لصور فوتغرافية تجسد حجم المأساة الإنسانية الناجمة عن تلك الألغام وذلك في فعالية نظمها المشروع السعودي لنزال الألغام في اليمن والبرنامج الوطني أيضا للتعامل مع الألغام في محافظة مارب هذه المناسبة هي مؤلمة جدا وخصوصا لما يعانيها اليمن في هذه المرحلة من حقول للغام التي زرعت تاميليشيات الحوثي مشروع مسام استطاعي إلى الآن أن ينجز نجاز كبير خلال ثلاث سنوات وهو نزع أكثر من 230 ألف لغم في خمس محافظات يمنية من صعدة إلى الجوف إلى مأرب إلى شبوه وإلى لحج والحزيدة وتعز تم رصد وتوثيق عدد 2274 قتيل نتيجة الألغام الحوثية منهم 398 طفل دون سن الثمنتاش و157 امرأة و95 مسن بالإضافة إلى رصد وتوثيق عدد 2752 مصاب منهم 560 طفل و177 امرأة و99 مسن في 17 محافظة التي قمنا برصد وتوثيق فيها جريمة الألغام التي قامت بها مريشيات الحوثية إذن نزعت الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام منذ نهاية يونيو 2018 وحتى الآن 230572 لغما والدسعين لغما وذخيرة غير منفجرة وعبو وناسفة بينها أكثر من عشرة ألاف خلال شهر مارس الماضي ترجمة نانسي قنقر إذن تتواصل مواكب الموت الحوثية ولا تكاد تتوقف وتقارير ترصد 773 قتيلاً دفنتهم الميليشيات الحوثية خلال شهر مارس الماضي على هذه السيارات المكسوة بقطع من القماش الأخضر تعود جثث جحاف الميليشي الحوثي بعد أن تم التغرير بهم وزجهم في معارك الحوث العبثية حيث خسرت الميليشيات المئات من عناصرها وقياداتها في عدة جبهات خلال شهر مارس الماضي تقرير رصد عمليات تشييعاً ودفن لجثامين أكثر من 773 قتيلاً بينهم 452 قيادياً في حصيلة هي الأكبر منذ بداية العام الجاري وخصوصاً في صفوف قياداتها أغلب القتلى سقطوا في جبهات القتال بمحافظة مارب والتي تشهد تصعيداً حوثياً منذ مطلع العام الجاري في ظل تكثيف الميليشيا لقصفها على النازخين رغم التنديدات المحرية والدولية جبهات الجوف وخجة وتعز والضالع كان لها النصيب في حصد أرواح العشرات من الخوثيين كما كان لجبهات الساحل الغربي دوراً بارزاً في تكبيل الميليشيات العشرات من القتلى والجرحى أغلب القتلى شيعتهم الميليشيا الخوثية في محافظة صرعاء وأمانة العاصمة تياوز عددهم أكثر من ثلاثمائة وواحد وسبعين بينهم مئتان وثلاثة وثمانون قيادية والتي احتلت المرتبة الأولى وقد كان العدد الأكبر بالنسبة للميليشيات عدد القتلى في محافظة حجة ارتفع بشكل لافت مقارنة بالأشهر السابقة حيث احتلت المرتبة الثانية ودفنت فيها الميليشيات جثامين سبعة وتسعين قتيلة بينهم ثلاثة وثلاثون قيادية المرتبة الثالثة كانت لمحافظة ذمار التي دفنت فيها الميليشيات جثامين ثمانية وستين بينهم ثلاثة وثلاثون قيادية بالإضافة أن من بينهم مهندس لزراعة الألغام والعبوات الناسفة يليها في المرتبة الرابعة محافظة صعدة بستة وخمسين قتيلة بينهم واحد واربعون قيادية محافظة ايب احتلت المرتبة الخامسة ودفنت فيها الميليشيات جثامين نحو اثنين وخمسين قتيلة بينهم ثلاثة عشر قيادية يتبعها في المرتبة السادسة محافظة تعز بواحد واربعين قتيلة بينهم قياديان اثنان ثم محافظة عمران في المرتبة السابعة ب29 قتيلة بينهم 16 قيادية المرتبة الثامنة حلت فيها محافظة الخضيدة ودفنت فيها الميليشيات جثامين 18 قتيلة بينهم 11 قيادية أما المرتبة التاسعة فكان نصيب محافظة الجوب 15 قتيلة بينهم 12 قيادية ثم محافظة المحويط في المرتبة العاشرة 11 قتيلة بينهم 4 قيادات محافظة ريمة احتلت المرتبة الخادية عشرة ودفنت فيها الميليشيات جثا من تسعة قتلى بينهم أربع قيادات وفي المرتبة الثانية عشر محافظة البيضاء بأربعة قتلى يستمر التغرير الحوثي بأبناء القبائل للزج بهم في مغارك عبثية بينما قيادات ميليشيا الحوثي مستمرة في بناء عقاراتها واستثماراتها على حساب معاناة اليمنيين داخل وخارج البلاد على خلفية المطالبة بكشف جريمة أحراق اللاجئين الأفارقة في أحد مراكز التوقيف الحوثية بصنعاء تلاحق ميليشيا الحوثي المطالبين بكشف الحقيقة للرأي العام وأقدمت أيضا على طرد خمسمائة لاجئ إلى المناطق المحررة هربا من كشف الجريمة التي ارتكبتها في ظل تغاضي المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين بعد جريمة مرعبة تعرض لها المئات من المحتجزين الأفارقة في أحد مراكز الاعتقال في العاصمة صنعاء على أيدي ميليشيا الحوثي التي لم تكتفي بذلك وحسب بل أقدمت مؤخرا على تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال كانوا قد نظموا احتصاما أمام فواضية اللاجئين للمطالبة بتحقيق دولي شفاف في جريمة قتل العشرات من رفاقهم حرقا على يد ميليشيا الحوثية مصادر محلية في صنعاء كشفت عن ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية جريمة بحق اللاجئين المحتصمين سلميا تظاهي المحرق التي ارتكبتها في معتقل مصلحة الهجرة والجوازات وقامت بضرب اللاجئين المحتصمين وإطلاق الرصاص الحية عليهم وضرب المئات منهم إلى المناطق المحررة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بعد أن تقطعت بهم السبل فواضية اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة ناشدتا بسرعة إنقاذ حوالي 500 لاجئ أفريقية منهم 110 ذكور ومئتي طفل وامرأة جميعهم أثيوبيون بالإضافة إلى 45 مهاجرا صوماريا بينهم نساء وأطفال تعرضوا لإصابات برصاص الميليشيا ويبيتون في مناطق خالية من السكان وبلا ماء ولا غذاء خصوصا بعد أن نهبت الميليشيا أجهزة الاتصال الخاصة بهم وما كان بحوزتهم من مستلزمات شخصية الخضوة الأخيرة التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي تثبت بما لا يدعو مجالا للشك أنها ارتكبت مجزرة في السابع من مارس الماضي راح ضحيتها أكثر من مئة قتيل ونحو مئتي جريح وتسعى لطمس معالم الجريمة ما يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين إدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية وتعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين دانت تعدد من المنظمات الحقوقية مقتل المعتقل نبيل معياد متأثرا بالتعذيب الذي تعرض له في سجون الميليشيات وحملت المنظمات ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن وفاة المختطف نبيل محمد صالح معياد الذي تم اختطافه من قبل مسلحي الحوثي من منزله في قرية بيت معياد في العاصمة صنعاء بتاريخ السادس من يونيو 2018 وقامت باقتياده إلى جهة مجولة وظل مخفيا قصرا طوال فترة احتجازه الثلاث سنوات متأثرا بإصابته في رأسه جراء التعذيب الذي تعرض له وطالبت أيضا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على ميليشيات الحوثي لإنقاذ من تبقى من المختطفين والإفراج الفوري عنهم يحتفي العالم والأمم المتحدة بيوم الضمير العالمي بينما اليمن تعاني الأمرين من انتهاكات لحقوق الإنسان وأيضا عدم وصول المساعدات في ظل صمت دولي إزاء هذه الجراء طفل في مأرب يرى ملك الموت وبالمصادفة فقد رأاه في يوم الضمير العالمي أحد أحدث أعياد الأمم المتحدة التي تقتات على الصراع للمضي في عملها واستمرار تقاضي أفرادها لرواتبهم بالعملة الصعبة في يوم الضمير العالمي كشف المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عن ارتفاع أعداد النازحين اليمنيين إلى قرابة أربعة ملايين ونصف حتى نهاية فبراير من العام الجاري واستهداف مباشر من ميليشيات الحوثي الإرهابية للمخيمات وخصوصا في غوغة الحديدة وبالصواريخ الباليستية إلى مخيمات النازحين في مأرب في يوم الضمير العالمي أحدث تقارير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أفاد بأن الحرب تسببت في وفاة ما يقدر بربع مليون يمني خلال خمس سنوات من النزاع كما توفي 131 ألف يمني لأسباب غير مباشرة مثل نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية في يوم الضمير العالمي اليمن غيرق في بحر الحرب وتأكيد من الأمم المتحدة على وجود 47 جبهة مشتعلة في عموم البلاد بزيادة 14 جبهة عن الأعوام الماضية في ظل عدام كامل وتام لأي جهود سياسية حقيقية على الأرض فشلت على مدى ثلاثة أعوام في جمع الأطراف على طاولة حوار سياسي في يوم الضمير العالمي تقول تقارير أممية أنه تم التحقق من ثلاثة آلاف ومئة وثلاثة وخمسين حالة إصابة في أوساط أطفال اليمن وإصابة خمسة آلاف وستمائة وستين طفلا في حين تم الإبلاغ عن ألف وخمسمائة إصابة مدنية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 مع تواصل الهجمات على المرافق المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك المراكز الطبية في يوم الضمير العالمي زرعت ميليشيات الحوت الإرهابية أكثر من مليون وخمسمائة ألف لغم مضاد للأفراد بلا وجود خرائط لزراعتها وتحديدا في تعز والحديدة المحافظات الأكثر تضررا حول اليمن فقد تم زراعتها في قرى المدنيين وإلى جوار منازلهم وفي طرقهم وأسواقهم وتقدر إحصائيات سقوط المدنيين بالآلاف في يوم الضمير العالمي كورونا يشتاح اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه والإحصائيات الأولية تقول أن مئة يمني توفو نتيجة هذا الفيروس بينما وصل الحال الطبي والقطاع الصحي إلى أسوأ حالاته منذ ابتداء الحرب وقد بلغت الوفيات في إطار الفرق الطبية اليمنية إلى 75 طبيبا وطبيبة في ظل انعدام كامل وتام لإنقاذ اليمن أو مد يد المساعدة والرهان على مناعة القطيع تتابعون بعض الفاصل إغلاق الحدائق وصالة الأفراح والمولاد في تازو اجتماع للجنة فنية للحد من تفاشي جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباكرونا تسجيل 83 إصابة جديدة بالفيروس في 6 محافظات وأوضحت اللجنة في حسابها على تويتر أن 45 إصابة سجلت في تعز 21 في حضر موت وثمان في مأرب وسبعا في المهرة وواحدة في كل من عدن والبيضاء وتم تسجيل 9 حالات وفاة منها 6 في حضر موت واثنتان في تعز وواحدة في المهرة كما سجلت 34 حالة شفاء منها 22 حالة في حضر موت واثنتان عشرة حالة في تعز يصبح إجمالية الحالة المؤكدة 4881 حالة منها 955 حالة وفاة 1772 حالة تعفيه في السياق ذاته أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز إغلاق الحدائق والنوادي والمتنزهات أيضا المسابح وصالة الأفراح والنظيم أيضا الأسواق الشعبية والأسواق البديلة والمولات العامة بما يخفف من الازدحام مع التشديد على الانتزام بإجراءات السلامة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ونشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي واتخاذ كافة التدابير ووسائل التوعية المجتمعية بوسائل الوقاية من هذا الفيروس كما أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ عارف جامل توسعة مركز العزل الطبي في المستشفى الجمهوري وتأهيل فريق استجابة عاجلة وزعين على المديريات للقيام بمهام التوعية ورصد والاستجابة في عدن رأس الدكتور قاسم أبو حيبح وزير الصحة اجتماعا للجنة الفنية لحملة التحصين ضد كورونا وخلال الاجتماع جرى بحث الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة للبدء في إعداد خطط لتوزيع اللقاحات الخاصة بكوفيد 19 حصة كل محافظة منها وتنسيق الآليات الخاصة بذلك كما ناقش الاجتماع ترتيبات تسجيل الكادر الصحي لأخذ اللقاح بما في ذلك الكادر الصحي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وأكد وزير الصحة وجوب التنسيق المجتمعي للإسامي في خلق وعي إيجابي فاعل لإنجاح حملة التحصين مستفيدين من أئمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية للتعريف باللقاح وأهميته في عدن أيضا التقى وزير الصحة أعضاء لجنة الطوارئ الإشرافية لمجابهة جائحة كورونا وبحث معهم عددا من المواضيع المتصلة بعمل اللجنة وتناول اللقاء مشكلات الترصد الوبائي بعدا وترتيب عمل منسق الترصد بمراكز العزل بما يمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل كما ناقشوا موضوعات الفحوصات المخبرية وتحديد معايير الفحص التراكمي والاتجاه لإعداد نشرة صحية يومية تعنا بحركة السير وبنسبة الأشغال اليومية في مراكز العزل وتناول الاجتماع موضوعات ذات صلة منها تحديد حدة المرض ومستوى الجائحة وتجميع البيانات الأحصائية وتنظيم عمل المختبرات الخاصة وإجراء الفحوصات وتنشيط عمل فرق الاستجابة وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور قاسم بحبيح ووزير الصحة أهلا سيادة الوزير أهلا سيادة الوزير مرحبا بك إذن هل بالإمكان أن تطلعنا طبعا على مستجدات جائحة كورونا في المحافظات بشكل عام وإذا ما حددنا على وجه الخصوص عدن وتعز نظرا للتفش الكبير فيها نعم حاليا نحن نعتبر أنت سنة في قمة موجة الوباء الحالية ونتوقع أن تستمر عدة أسابيع وحاليا نعمل على زيادة الإمكانيات الصحية في مراكز العزل والمستغرات والمستشفات التي تتعالجها في الحالات وفي نقطة الطارة المساوي نعمل على تدشين اللقاح بالنسبة لكوادر الصحيين إن شاء الله نعم بالنسبة للقاحات هل هناك من لقاحات وصلت إلى محافظة عدن نظرا لوجود الوعود بذلك وإن وصلت كيف يمكن توزيعها على المحافظات حاليا اللجينة التنية للقاح بدأت عملها مبكرا وحاليا أكملوا مراحل جيدة من تدريب الكوادر وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيبدأ التوزيع البدء في عمل النسبة للعملين الصحيين في المحافظات المختلفة وإن شاء الله خلال الأسبوع القادم سيبدأ توزيع اللقاح هو البدء في تدشين إن شاء الله طيب دكتور ماذا عن المناطق التي تحت صيدرة الميليشيات الحوثية؟ عفواني الصوت عندي يتقطع نعم أسألك عن اللقاحات ستتوزع على جميع المحافظات تقريبا يعني كيف يمكن تفزيعها طبعا في مناطق سيطرة الميليشيات؟ برغم أني لما أسمعت شاء الله نعم تسمعني الآن دكتور التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية وبالنسبة للمحافظات التي تحت سيطرة الصوت نعم نعم تفضل تفضل أيها أسمعك عفواني أخي الصوت نعم بدأت بالتحدث عن محافظات التي تقع تحت صيدرة الميليشيات الحوثية كيف يمكن توزيع اللقاحات فيها؟ نعم نعم إذن أشكرك جزيل الشكر يعني ونعتذر عن رداءة الصوت دكتور قاسم بحبيح وزير الصحة والسكان إذن عالميا مشاهدين الأكارم تجاوز عدد المصابين فيروس كورونا عتبت المائة واثنين وثلاثين مليون شخص في وقت يشهد العالم موجة جديدة من هذا الوباء هذه الموجة أدت إلى عودة عدد من الدول إلى تشديد الإجراءات وذكرت آخر الإحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد ناينتين وصل إلى مائة واثنين وثلاثين مليون ومائة وخمسة عشر ألف شخص فيما تجاوزت الوفايات مليونين وثمانمائة وثمانية وستين ألف شخص ووصل عدد من تم شفاءهم من المرض إلى أكثر من مائة وستة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف شخص سجلت الهند زيادة يومية بعدد حالات الإصابة بكوفيد ناينتين بلغت مائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثمان وخمسين حالة وهي الأعلى حتى الآن يصل العدد الإجمالي إلى 12 مليون وخمسمائة وتسعين ألف حالة ومع تسجيل أربعمائة وثمان وسبعين حالة وفاء وصل عدد الوفايات إلى مائة وخمسة وستين ألفا ومائة حالة وظل عدد الحالة النشطة يرتفع خلال الأيام القليلة الماضية حيث تتلوح في الأفق موجة أخرى كبيرة لكوفيد ناينتين في الهند قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عمان أن السلطنة ستسمح فقط للمواطنين والمقيمين بدخول البلاد اعتبارا من الثامن من إبريل بعد زيادة لحالة الإصابة بكوفيد ناينتين وأورد بيان نشرة وسائل إعلام حكومية أن اللجنة مددت حضرا مسائيا على جميع الأنشطات التجارية حتى نهاية شهر الرمضان المبارك وأضاف البيان أن حضرة الجوال المفروض منذ الثامن والعشرين من مارس على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا سيرفع كما هو مقرر في الثامن من إبريل لكن مع إعادته في رمضان من التاسعة مساء حتى الرابعة صباحا في إيران عاودت الإصابات بفيروس كورونا تسجيل ارتفاع لافت بعد عضة رأس السنة الفارسية سجلت إيران رسميا 13890 إصابة جديدة بكوفيد ناينتين إضافة إلى 172 حالة وفا خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية وهي أعلى حصيلة يومية منذ الثالث والعشرين من ديسمبر وفق ما أفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة في إيران أصدرت وزارة الصحة المغربية بيانا عن مستجدات الرصد الجينومية للسلالات المتحورة لفيروس كورونا وقالت الوزارة في بيانها تمكن جهاز المراقبة لفيروس كورونا المستجد في المغرب من تأكيد انتشار السلالة البريطانية في سبعة أقاليم وكانت الصحة قد أعلنت عن تسجيل ثمان وفايات وثلاثمائة وخمس وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة ووضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمال الوفايات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى ثمانية ألاف وثمانمائة وخمسين حالة مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وظهور الموجة الثالثة التي ضربت عددا من البلدان فرضت عدد من دول العالم قيودا صحية جديدة فيما تباشر أخرى التخفيف بحسب تقدم حالة التلقيح بعدما احتفل ملايين المسيحيين يوم الأحد بعيد الفصح وصدى تدابير وقائية للسنة الثانية على التوالي وكرس البابا فرانسيس رسالة تعيد الفصح إلى الفئات الضعيفة وإلى مرضى كوفيد-19 على وجه الخصوص صار على الألاف من الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا التي بدأت في مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتش الجنوبية يوم الأحد أنها باعت جميع الجرعات بالفعل وتقدم باكستان حاليا للقاح مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة فيروس كورونا ومع تزايد عمارهم عن خمسين عاما تتابعون بعض الفاصل الريال اليمنية تحسن أمام العملات الأجنبية وميليشيا الحوثي تحكم قبضتها على تجارة الأدوية دشنا عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 181 الشيخ النصر الزايد ومدير أيضا مديرية حيس مطهل القاضي مشروع كفالة الأيتام واستهدفت هذه العملية من التوزيع ل236 يتيما من 6 مديريات هي حيس والخوخة والجراحي وزبيد وجب الرأس التابع لمحافظة الحديدة ومديرية مقبنة تابعة لتعز وذلك بدعم من جمعية التربية الإسلامية في دولة البحرين والتي نفذتها مؤسسة سنابل تهامة تستمر عملية التوزيع لمدة أربعة أيام وتهدف للتخفيف من معاناة الأطفال الأيتام ركود في السلع الاستهلاكية قبيل دخول شهر رمضان المبارك بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالعام الماضي وأسعار الصرف تتحسن بشكل كبير مقارنة بتعاملات الأمس هذه الأخبار وغيرها متابعة في الملف الاقتصادي تشهد الأسواق اليمنية حالة من الركود بسبب الغلاء المتصاعد في الأسعار ورغب اقتراب شهر رمضان المبارك وارتفاع احتياجات المواطن من المواد الغذائية فإن إقبال المتسوقين كان ضعيفا على الأسواق بشكل واضح أقل أصحاب المحل التجاري أن الإقبال هذا الأيام يعد ضعيفا إسوة بالعام الماضي موضحين بأن أهم الأسباب هي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وأشار إلى أن الإقبال على شراء المواد الغذائية والمفروشات والكمالية تراجع لدى المواطنين ويقول المواطنون بأنه أصبح حمهم وتركيزهم على شراء احتياجات شهر رمضان البسيطة التي ارتفعت أسعارها أضعافا مضاعفة عن الأعوام السابقة يواصل سعر صرف الريال يمني تحسنه بشكل ملخوض أمام العملات الأجنبية مقارنة بتعاملات الأمس في مدينة عدن حيث سجل سعر صرف الدولار تراجعا في عدن ليحقق 856 ريال للبيع و860 ريال للشراء كما انخفض سعر صرف الريال السعودي بشكل طفيف ليبلغ عند 232 ريال للبيع و227 ريال للشراء وفي صنعه استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 600 ريال للبيع و599 ريال للشراء فيما سجل سعر صرف الريال السعودي 158 ريال للبيع والشراء كشفت مصادر في قطاع الأدوية أن ميليشيا الحوثي أحكمت قبضاتها على تجارة الأدوية في اليمن بعد إقدامها مؤخرا على إجراءات جديدة مكنت من خلالها قيادات في الجماعة من امتلاك حق الاستيراد الحصري للأدوية عاملون في قطاع الأدوية أكدوا أن ميليشيا الحوثي أوقفت تجديد تراخيص شركات ووكالات استيراد الأدوية التي تعمل في هذا القطاع منذ عقود ومنحت تراخيص تأسيس شركات جديدة يملكها قيادات في هذه الميليشيات شهدت أسعار الخضروات والفواكى في الأسواق اليمنية استقرارا حيث بلغ سعر كل الطماطم 500 ريال وسجل سعر كل البطاطس 400 ريال وسجل سعر كل البصل 300 ريال وكيل الليمون سجل 1000 ريال كما سجل سعر كل البسباس 500 ريال وعن سعر الفواكى فشهدت سعر كل الموس في أسواق عدن 350 ريال أما الحبحة فسجل 300 ريال وزن كيلو كما سجل سعر كل الشمام 350 ريال وسجل البرتقال المستورد وزن كيلو سعر 1800 ريال كما سجل التفاح المستورد السكري وزن كيلو 1800 ريال أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس المنصرم بشكل ملحوظة وكشفت البيانات ان صاف احتياطي النقد الأجنبي ارتفع من 40 مليار في فبراير إلى 40 مليار و 337 مليون دولار في مارس وصعد احتياطي مصر في النقد الأجنبي إلى 40 مليار و 101 مليون دولار في يناير الماضي من 40 مليار و 360 مليون دولار في نهاية ديسمبر حذر البنك الدولي من ان الدين العام للدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضخموا بسبب النفقات المتعلقة بتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد 19 وقال البنك الدولي ان بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية وأوضح أن حجم ديون الدول المستوردة للنفطة في المنطقة يشكل نسبتان يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحل في 2021 ترجل أشهر عالم نقوش وثار يمني الرئيس الأسبق للهيئة العامة للأثار والمتاحف الدكتور يوسف محمد عبد الله الذي غيبه الموت عن عمر الناهزة 87 عاما قضى معظم هذا العمر في خدمة الآثار والنقوش اليمنية والدراسات العلمية أشهر عالم نقوش وآثار يمنية ومؤرخون كبير يرحل عن دنيانا بعد عمر الناهزة 87 عاما إنه مرجعية تاريخ اليمن وعصوره القديمة الدكتور العلام الأثاري يوسف محمد عبد الله قامة وطنية وتاريخية عظيمة أثنى عمره في خدمة التاريخ اليمني والدراسات العلمية ما بين مؤلفات ومحاضرات في اليمن وعدد من الدول العربية والأجنبية وتقلد عددا من المناصب الأكاديمية والإدارية في جامعة صنعاء وألف عشرات الكتب درس الدكتور يوسف محمد عبد الله الإبتدائية والمتوسطة في مدرسة بازرعة في مدينة عدن والثانوية في كلية عدن ثم سافر إلى لبنان والتحق بالجامعة الأمريكية وحصل على البكالاريوس ثم على درجة الماجستير عام 1970 ثم سافر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية والتحق بجامعة توب منغن وحصل منها على درجة الدكتورة عام 1975 وحصل منها أيضا عام 1980 على شهادة مؤسسة إليكسندر فون هم بولدة الألمانية في البحث العلمي لما بعد الدكتورة عمل الفقيد نائبا للرئيس الهيئة العامة للآثار ودور الكتب بدرجة نائب وزير عام 1987 ثم نائبا للرئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوضات عام 1990 ووكيلا لوزارة الثقافة لقضاع المخطوضات ودور الكتب بدرجة وزير ثم قائما بأعمال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف ثم رئيسا للهيئة العامة للكتاب ونائبا للرئيس المجمع العلمي اللغوي ومستشارا لرئاسة الجمهورية لشؤون الآثار والمتاحف وللفقيد العشرة من المؤلفات في مجال الإعلام والنقوش والآثار فقد ترك خلفه مآثرة ومؤلفات ستظل مراجع علمية للدارسين للآثار والنقوش اليمنية وتناولت دراساته عمق التاريخ اليمني وجذوره التي تخطت آلاف السنين وستظل شاهدة على نموذج مشرف في مجال الآثار اليمنية على مر العصور تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة القوات المشتركة تكبد الميليشيات في ثلاث جبهات وترصد سبع طائرات السطلة حوتية فوق الحديدة خمسة ألاف ضحية مدنية بينهم ألف وثلاثمائة طفل وامرأة ومسام واصل نزع الألغام الحوتية في اليوم العالمي لا يزال الضمير الإنساني العالمي غائبا عن واقع حال اليمنيين أحييكم أنا في ختم هذه النشرة جمال السودي وأيضا ألقاكم على خير بإذن الله في النشرة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة